أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا تزال بحمد الله هذه الدروس المباركة المعنونة بالأترجة لا تزال متتابعةً وفي هذا اليوم يوم الخميس السابع عشر من شهر جمادة الأولى من هذا العام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين للهجرة يأتي تفسير يأتي تفسير سورة عظيمة سورة أنزلها الله تبارك وتعالى كما أنزل آيات القرآن العظيم لتكون عبرةً للمعتبرين إنها سورة الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وبين يدي هذه السورة أشير إلى مسائل قبل أن نبدأ بتفسير هذه السورة بعون الله سبحانه وتعالى منها أن هذه السورة مكية أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا شك أن آيات السور المكية لها خصائص لربما سبقت معكم في هذه الدروس كما أن السور المدنية لها خصائص أخرى ومن هذه المسائل أنه لم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السورة من الإطناب والبست ومن هذه المسائل ما جاء عن مصعب ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال سعد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زماناً فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زماناً فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانياً تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية كل ذلك يؤمرون بالقرآن الكريم وهذا الحديث رواه الحاكم وابن حبان والضياء في المختارة بإسناد حسن عن سعد موقوفاً والشاهد منه أن القرآن الكريم هو أحسن القصص وأن الصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا قصة أنزل الله عز وجل هذه القصة العجيبة من هذه المسائل أن القصص في القرآن له فوائد عديدة الله سبحانه وتعالى قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال في هذه السورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولئباب ما كان حديثاً يفترى وللقصص من الفوائد أن فيه تثبيتاً لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قلوب الأمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يواجه كان يواجه من أذى المشركين ما يواجه فيثبت الله عز وجل قلبه بمثل هذا القصص وكذلك الأمة من بعده أمته والصادقون والداعون إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان يواجهون ما يواجهون من المصائب والشدائد والنكبات فيحتاجون إلى تثبيت ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ومن فوائده تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم للاقتداء بهم والتأسي بسيرتهم أولئك الذين هدى الله فبيهداه مقتده ومن ذلك من فوائده يظهر صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال فإنه لم يقرأ هذه القصص في كتاب من الكتب ولم يجلس إلى حبر من الأحبار ولا راهب من الرهبان وإنما علمه العليم الحكيم سبحانه وتعالى ومن هذه الفوائد لقصص القرآن مجادلة ومقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى بل في تحدي لهم بما في كتبهم قبل التحريف والتبديل قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ومن هذه الفوائد بيان أصول الدعوة إلى الله عز وجل وما بعث به كل نبي من أصول الشرائع وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويوسف عليه السلام في هذه السورة قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم هو التوحيد إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتري بالطاغوت ومن هذه المسائل فيما يتعلق بنسب يوسف عليه الصلاة والسلام وكرم أصله وثناء السنة عليه أننا نقول يوسف هو رسول الله ونبيه أحد الأسباط يوسف رسول الله ونبيه لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ابن نبي الله الصابر يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن رسول الله وخليله إبراهيم الخليل عليهم جميعاً وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والتسليم وقد أثنى الله في هذه السورة على يوسف صراحة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وفي قوله إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين قراءتان صحيحتان كما أثنى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على يوسف فقال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوبة ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وأثنى على شدة صبره وتأنيه فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته كما سيأتينا في قوله تعالى وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم أما جمال يوسف الظاهر فباهر ففي صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الإسرى والمعراج إلى السماوات قال فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعالي بخير في السماء الرابعة قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة الهوى يقول تأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة يوسف عليه الصلاة والسلام للهوى المكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده وكل ذلك قد كان بصبر ساعة أناله الله جل وعلا عزا وفخرا يقادم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب وصدق من قال العز والشجاعة صبر ساعة قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في كتيب له مفيد عنونه بفوائد مستنبطة من قصة يوسف قال وهذه القصة خصها الله بقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ففيها آيات وعبر متنوعة لكل من يسأل ويريد الهدى ويريد الهدى ويريد الرشاد لما فيها من التنقلات من حال إلى حال ومن منحة ومن محنة إلى منحة ومن منة إلى منة ومن ذلة ورق إلى عز وملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات ومن حزن وترح إلى سرور وفرح ومن رخاء إلى جدب ومن جدب إلى رخاء ومن ضيق إلى سعة ومن سعة وهكذا قال اجتملت كل هذه اجتملت هذه القصة العظيمة عليه فتبارك من قصها ووضحها وبينها قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الأحرف المقطعة في أوائل السور لربما أنه سبق لكم بيان أرجح الأقوال فيها والله أعلم وأنها مما استأثر الله جل وعلا بالعلم به فهي سر الله في القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سر مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا ومن أهل العلم من قال إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها هو ألف أولام أراء أصاد حروف يتخاطب الناس بها والدليل على هذا على أنها من أهم مقاصدها إعجاز الخلق أنه إذا جاءت هذه الحروف ذكر بعدها الانتصال للقرآن الكريم وبيان إعجاز القرآن وإلى هذا ذهب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير رحمه الله وغيرهما من أهل العلم فأنت تقرأ في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك أحد قاف والقرآن المجيد فمعظم إن لم نقل كل ما عدا تقريبا سورتين من القرآن أو ثلاث ربما يحتاج الإنسان إلى استنباط الاستنباط برهة من الزمن ليذكر فيها الانتصال للقرآن وباقي السور التي بدأت بهذه الحروف كلها يذكر القرآن الكريم والانتصار له صراحة وقولوا تلك آيات الكتاب اسم الإشارة تلك يحتمل أن يكون مرادا به جميع آيات القرآن التي نزلت قبل هذه السورة باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس أو يرجع إلى أو يرجع إلى ماذا؟ إلى الأول ما يرجع للقرآن الكريم جميع سور القرآن التي نزلت قبل سورة يوزف أو يرجع فقط إلى هذه السورة إلى هذه السورة تلك تلك آيات الكتاب المبين ويحتمل أن يرجع إلى حروف ألف لام را إن قلنا بأن المقصود التحدي بإعجاز القرآن أي إن آيات الكتاب المبين من جنس هذه الحروف فيتبين عجزهم عن معارضة القرآن الكريم وقد صح عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال في قولها الإفلام رأى تلك آيات الكتاب المبين قال إي والله لمبين بيّن الله هداه ورشده بيّن الله هداه ورشده والكتاب المبين أي آيات القرآن البيّن الواضح في ألفاظه وفي معانيه في ألفاظه وفي معانيه ومن بيانه ووضوحه كونه نزل باللسان العربي المبين الذي هو أشرف الألسنة وأبين الألسنة فهو مبين لكل ما يحتاجه الناس من الأحكام والآداب والحقائق النافعة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فلم يسبقه كتاب بلغة العرب لم يسبقه كتاب بلغة العرب سبق أو كتب لكنها بلغات أخرى لكنها بلغات أخرى أما باللسان العربي فلم يسبق القرآن كتاب لم يسبق القرآن كتاب وكل هذا الإضاح والتبيين لماذا؟ لعلكم تعقلون أي لتفهموا حدوده وتتعلموا معانيه وتعملوا به نحن نقص عليك أحسن القصص قال أهل التفسير معناه نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية نحن نقص عليك أحسن القصص قال أهل التفسير معناه نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان والقاص هو الذي يأتي بالخبر على وجهه وقيل إن المراد من الآية قصة يوسف خاصة سماها الله أحسن القصص لزيادة التشريف ولما فيها من العبر والحكم نقص نخبر الأخبار السالفة لأن حكاية الأخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم أحسن القصص وهو قصص القرآن لحسن نظمه وإعجازه وكونه في أعلى مقامات الصدق والحق وكل قصة في القرآن فهي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن الكريم كل قصة في القرآن الكريم هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن الكريم بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين من قبل نزول القرآن من الساهين عن هذه القصة لا تعلمها كما قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم شيء من هذه القصص قصص الأمم السابقة وأخبار الأمم الماضية على وجه الدقة والتفصيل والحق البين الواضح قبل نزول القرآن الكريم كما قال سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لما مدح الله عز وجل هذا القرآن وبيّن أنه أحسن القصص على الإطلاق ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته هذه القصة العجيبة الكاملة الحسنة الغنية عن ذكر الإسرائيليات الباطلة والأكاذيب التي أوردها بعض المفسرين عفى الله عنهم ولا حاجة للإنسان لا حاجة به إليها لا حاجة به إلى ما ألصق بهذه القصة من الأكاذيب من الإسرائيليات الباطلة والأكاذيب الملفقة هو لا يحتاج إليها إذ قال أي اذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت أي في منامي أحد عشر كوكبا والكوكب هو النجم كما قال سبحانه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أي نجما إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح عن ابن عباس قال كانت رؤية الأنبياء وحي وصح عن قتادة في هذه الآية إني رأيت أحد عشر كوكبا قال إخوته أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني بذلك أبويه يعني بذلك أبويه وهذه الرؤية تضمنت ما سيحصل عليه يوسف عليه السلام من خيري الدنيا والآخرة والرفعة والعزة وكذلك مشاركة أبويه وإخوته له في هذا الخير العظيم وقد جاء تأويل هذه الرؤية واقعا كما في آخر السورة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام عن أن يقص رؤياه على إخوته لأن يعقوب عليه السلام قد علم تأويلها فخاف إن علموا بها أن يحسدوه ولهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يا بني هذا التصغير كناية عن التحبيب والشفقة لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن يعقوب عليه السلام قد علم أن إخوة يوسف العشرة كانوا يغارون من يوسف لتميزه عليهم بالجمال الظاهر ولفرط محبة والدهم له فخشي منهم الحسد ليوسف عليه السلام لأن عادة النظر من الإخوة وأبناء العم وأصحاب الصنعة الواحدة أن يقع بينهم التحاسد ولذلك قال فيكيد لك كيدا والكيد إخفاء عمل يضر المكيد الكيد إخفاء عمل يضر المكيد قال ابن جريل الطبري فيبغوك الغوائل ويناصبوك العداوة ويطيع فيك الشيطان وهذا ما حصل فيبغوك الغوائل ويناصبوك العداوة ويطيع فيك الشيطان فأمره بالكتمان وظاهر هذه الآية أن يوسف امتثل ولا لم يمتثل امتثل نعم نعم امتثل هذه الوصية ولم يخبرهم هذا ظاهر أنه امتثل وهذا هو اللائق المناسب لكماله عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه وخلافا للإسرائيليات الواردة في هذا الباب أنه لم يمتثل المناسب لكمال يوسف عليه السلام وعقله وحكمته ورزانته ومحبته لأبيه وكذلك محبة أبيه له أنه امتثل خلافا للإسرائيليات التي تقول أنه لم يمتثل فليظهر أنه أنه يطيع والده في هذا الأمر هم حسدوه لحب يعقوب له بغض النظر عن الرؤية الرؤية هذا أمر آخر زائد إذ قالوا ليوسف وأخو أحب إلى أبينا منا ما قالوا لماذا لم يرى رؤيا ونحن رأينا قالوا ليوسف وأخو أحب فمجرد محبة يعقوب عليه السلام كانت محركة لداعية الحسد عندهم وفي هذا استحباب كتمان السر وما في إفشائه من المضرة وجواز التحذير عن شخص بعينه إذا تيقنت منه الضرر لا بأس أن تحذر الشخص فتقول يا فلان احذر الشخص الفلاني فإني أخشى منه ضررا عليك لا مانع من ذلك إن الشيطان للإنسان عدو مبين بيّن العداوة مجاهر بها فعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض ولعل يعقوب عليه السلام إنما حذر يوسف عليه السلام من هذا لأنه قد كان تبين له من إخوته بعض الحسد رأى معالم الحسد فحذره منهم وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره وجاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجة بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية على رجل طائر الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وقال الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي إذا رأى رؤية ما يقصها إلا على إنسان بينه وبينه مودة ومحبة ولا إنسان صاحب رأي يعرف التعبير الرؤية وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاب إن ربك عليم حكيم كما رفع منزلتك وأراك هذه الرؤية فكذلك يجتبيك أن يصطفيك ربك ويختارك إما بالنبوة أو علو المكان والرفعة أو بهما معاً أو بهما معاً ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني من تعبير الرؤية وبيان ما تأول إليه الرؤية وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله في هذه السورة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وعلم يعقوب ذلك من دلالة الرؤية كيف علم يعقوب هذا إما يكون من دلالة الرؤية عبرها أو يكون بوحي خاص من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى يعقوب في هذا الأمر ويتم نعمته عليك على آل يعقوب وعلى أهل دين يعقوب وملته من ذرياته وغيرهم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق باتخاذ إبراهيم خليلاً وإن جاء الله عز وجل له من النار وكذلك يعطى إسحاق النبوة ووصل هذه النبوة في ذريته وصلها في ذريته إن ربك عليم حكيم عليم بمواضع الفضل ومن هو أهل للاجتباء والنعمة حكيم في تدبير خلقه يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ثم قال الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي لقد كان شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وشأن إخوته مقارناً لدلائل عظيمة من العبر والمواعظ لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال وقد أشار ابن جرير الطبر إلى أن قوله تعالى للسائلين المراد نبي الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام وذلك أن في هذه السورة تسرية له صلى الله عليه وسلم لما يلقى من أدى المشركين من أقاربه وقومه من قريش ويوسف لقي أدى من إخوته والنبي عليه الصلاة والسلام لقي أدى من بعض أعمامه وأبناء أعمامه وأقاربه فكأن فيها تسليةً واضحة له عليه الصلاة والسلام إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بن يامين يعني شقيقه وإلا فكلهم إخوة لكن إذ قالوا ليوسف وأخوه المقصود شقيقه لأن هؤلاء العشرة أشق ويوسف بن يامين شقيقان وذلك أن يعقوب عليه السلام كما أسلفت كان شديد الحب ليوسف واللام في قول إذ قالوا ليوسف اللام هي اللام الموطئة للقسم وإنما قالوا هذا لأنه بلغهم والله أعلم خبر الرؤية بلغهم خبر الرؤية لكن هل هم من يوسف؟ ما يلزم ما يلزم هو وصلهم خبر الرؤية قد يكون هذا فعلاً وصلهم خبر الرؤية لكن هل هم من يوسف؟ ما يلزم أن يكون من يوسف اللي أظهر أنه قد يكون وصلهم من غيره من غيره قد يحدث بهذا مثلاً لأن النبي يعقوب قال لا تقصص رياك على إخوتك ولم يقل لا تقصص رؤياك أبداً قال على إخوتك خصص فقد يكون قصها على خالتها أو على أمه أو على بن يامين مثلاً المقصود أنه وصلهم الخبر بأي طريقة كانت لكن الذي نعتقده أنه لا يكون وصلهم من طريق يوسف لأن يعقوب نهى وهم من أولى الناس أن يمتثل أمر أبيه والله أعلم أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني نحن جماعها قوياء حقوا بالمحبة والشفقة من صغيرين لا نفع فيهما إن أبانا لفي ضلال مبين يعني إن أبانا يعقوب لفي خطأ من فعله ومجانبة للصواب في إثاره ليوسف وأخيه من أمه علينا بالمحبة فقولهم لفي ضلال مبين ما قصدوا الضلال الذي ضد الهدى لا قصدوا الخطأ لفي خطأ بيّن واضح وبعد عن الصواب لمن تأمله مبين يعني واضح بيّن لمن تأمله ومن المعروف فطرة أن القلب في الغالب يميل إلى أي الأبناء أي نعم يميل للصغير هذا معروف أن يميل القلب فطرة إلى أصغر البنين وسيأتينا إن شاء الله عن إخوة يوسف هل هم أنبياء أم ليسوا كذلك أو نذكره الآن من المناسب طيب نذكره الآن بعضها للعلم يرى أن إخوة يوسف هؤلاء الأسباط أنهم أنبياء وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم ونبأهم واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فقال إن هذا يدل على أن ما حصل منهم من الحسد والعقوق هذا قبل النبوة ثم تاب الله عليهم ونبأهم وقل إنهم ليسوا بأنبياء وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم ولهذا أيد بن كثير القول بأنهم ليسوا بأنبياء وقال واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك قال ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر ويحتاج ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل ولم يذكروا سوى الآية قولوا آمنا بالله إلى آخره وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب ويذكر الله أنه أوحى إلى الأنبياء عن أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف ولم يقم دليل على عيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله أعلم وعلى كل حال هما قولان للمفسرين وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم الأجلاء اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم افعلوا به أحد الأمرين إما القتل أو الطرح في أرض تبعد عن أرض أبيه يخلوا لكم وجه أبيكم يعني يصفوا ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا ويحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني من بعد يوسف يعني بعد الفراغ من قتله أو طرحه في أرض بعيدة أو من بعد الذنب الذي اقترفتموه في حق يوسف تكونوا قوما صالحين يعني في أمور دينكم وفي طاعة أبيكم فهم أضمروا التوبة قبل قبل الذنب أضمروا التوبة قبل الذنب وفي هذا دليل على أن كأشار القرطب إلى أن دليل عن توبة القاتل مقبولة لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم لم ينكر هذا القول منهم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يعني قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو إبعاده لا تقتلوا يوسف ووجه الإظهار في قول لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه كذا قيل والله أعلم والمراد أن نناهم عن قتل لأن القتل أعظم وأشنع تغييب يوسف أسهل وهذا دليل على أن بعض الشر أهون أهون من بعض وألقوه في غيابة الجب وهي ما غاب عن البصر من شيء والمراد قعر الجب والجب هو البئر التي تحفر ولا تطوى صح عن قتاد أنه قال بئر ببيت المقدس في بعض نواحيها فيلقى فيها ويتوعد أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق وهنا حصل وقالوا يلتقطه بعض السيارة يعني بعض المسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريح منه بدون قتل والسيارة هم الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته فهم قد علموا أن الطريق لا يخلوا من قوافل بين الشام ومصر للتجارة وطلب الميرة وهم يقصدون إلى جميع هذه الحباب يقصدون إلى هذه الأماكن الآبار ويشربون منها ويسقون دوابهم يقول يعني لو أحدهم أرادا يدل دلوه ليشرب سيجد يوسف فيأخذوا ويبيعوهما إلى ذلك اتفقوا على هذا الرأي وقالوا يا أبانا خاطبوا بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا للحنو الذي جُبلت عليه طبايع الآباء للأبناء وبدأوا بالإنكار عليه في تركي رساله معهم كأنهم قالوا إنك لا ترسلوا معنا أتخافنا عليه هل تخافنا عليه ما لك لا تأمننا وإنا له لناصحون وهذه توطيئة دعوة والمعنى أنهم يعملون ما فيه نفع يوسف أرسله معنا يعني ابعثه معنا غداً يرتع ويلعب يعني يسعى ويلهو وإنا له لحافظون نحن نحفظه ونحوطه من أجلك قال يعقوب عليه السلام إنه لا يحزنني أن تذهبوا به أظهر لهم يعقوب سبب امتناع من خروج يوسف عليه الصلاة والسلام معهم بأنه يحزنه أن يبعد عنه أياما وأنه يخشى عليه الذئاب لأن يوسف إذا كان صغيراً وكان يتوسّم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة ما يتوسّم وفي هذا إشارة إن الأب إذا كان يحب أحد أولاده أكثر من الآخرين على أن يكتم ذلك ما أمكنه حتى لا يقع الحسد بين الأخوة مع اهتمام الأب بمن يظهر منه من الأبنى استعداد للفهم ونحو ذلك لعل الله عز وجل أن ينفع به يوم من الأيام وأخاف أن يأكله الذئب يعني أنتم تنشغلون برميكم ورعيكم فأخذوا من فم أبيهم هذه الكلمة وتعلقوا بها وجعلوها فيما بعد عذراً لهم فيما فعلوه وأجابوا في الحال وقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة لئن عدى عليه الذئب فأكلهم بيننا ونحن جماعة إن إذا لها لكون عاجزون قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وقد أنجز الله عز وجل يوسف ما وعده في قوله وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في قوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيذ أنتم جاهلون وأوحينا إليه يعني إلى يوسف كما صح عن مجاهد لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال أوحى الله عز وجل إلى يوسفه في الجب أن ينبئهم بما صنعوا به وهم لا يشعرون بذلك الوحي وقد صح هذا عن قتاده فلما وضعوا يوسف في الجب ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم ورجعوا إلى أبيهم عشاءً وهم يبكون على أخيهم وجاءوا أباهم عشاءً يبكون وإنما اصطنعوا البكى تمويهاً على أبيهم لألا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام قال ابن العربي قال علماؤنا وهذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعاً ومن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر منهم من يستطيع أن يتصنع البكاء ومنهم من لا يستطيع ذلك وقد رأينا من يتصنع البكاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني قالوا معتذرين بعذر كاذب إنا ذهبنا نتسابق في العدو أو في الرمي وتركنا يوسف عند متاعنا يعني عند الثياب والأواني والزاد ليحرسها أو توفيراً له ليرتاح لألا يتعب معنا فأكله الذئب في حال غيابنا عنه واستباقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما أنت بمصدق لنا بهذا العذر الذي أبدينا ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لشدة محبتك ليوسف فكأنهم يقولون إن محبتك ليوسف تطغى على اعتذار كل معتذر تطغى على اعتذار كل معتذر قال تعالى وجاءوا على قميصي بدم كذب لطخوا القميص بدم شات كما قاله مجاهد فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمراً يعني زينت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ليس فيه جزع كما قاله مجاهد قال ابن القيم رحمه الله وقد أمر الله جل وعلا في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه والله المستعان على ما تصفون أي المطلوب منه العون على الصبر وقد جاء عن قتاد قال والله المستعان على ما تصفون أي على ما تكذبون أي على ما تكذبون والله أعلم إنعم قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن قيم ينقل عن شيخ الإسلام تفسير للصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل يقول إن شيخ الإسلام يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه كما قال تعالى وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والهجر الجميل جاء في قوله تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه لا أذى معه الصفح الجميل الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك